تتواصل يوم السبت فعالية الدور الثاني والثلاثين من كأس الجمهورية بإجراء مباريات في القمة خاصة بالنسبة لأندية ناشطة في الرابطة المحترفة بقسميها الأول والثاني قمة مواجهة السبت سيكون ملعب زابانة بوهران مسرحا لها أين ينزل صاحب لقب النسخة السابقة مولودية بيجايا ضيفا على مولودية وهران في مباراة ستكون بداية رحلة الحفاظ على اللقب بالنسبة للموب في مواجهة منافس قوي سيكون مداعا بعاملي الأرض والجمهور قمة أخرى ستشهدها مدينة غليزان بين السريع المحلي وضيفه صاحب الخبرة الواسعة في كأس الجمهورية شبيبة القبائل الذي سيعمل على استغلال مشاكل الضيف في البطولة للتقدم في منافسة كأس الجمهورية مباريات الدور الثاني والثلاثين أكيد أنها لن تخلو من الإثارة فالإثارة ستكون حاضرة بملعب مسعود زوجار بالعلماء أين ينزل شباب قسنطين ضيفا ثقيلا على مولودية العلماء المغادر لدور الأضواء حديثا فيما سيشهد ملعب براكني قمة أخرى بين اتحاد البوليدا وضيفه أولمبي أرزيو أما بقية المباريات فستكون بالسهلة بالنسبة لفرق القسم الأول رغم أن منافسة الكأس لا تعترف بالكبير والصغير فوفاق السطيف سيستقبل وفاق لمسيلة بملعب الثامن ماي فيما سيستقبل اتحاد الحراش أم المغنية بملعب المحمدية أما عن دفاع تجنانت فسيواجه مولودية حاسم سعود هذا وسيستقبل أمل الأربعاء متذيل المحترف الأول أولمبي بسبع التنافس والندية سيكونان حاضران بقوة والمفاجآت تبقى واردة جدا في مختلف ملعب الجمهورية قصة وأن منافسة كأس الجمهورية عودتنا أنها لا تعترف بالمنطقة